بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعده فإن حديثنا في هذه الحلقة الحديثية البيانية عن قول المحدثين والفقهاء هذا حديث صحيح عليه العمل أو ليس عليه العمل وذاك حديث ضعيف عليه العمل فالمحدثون والفقهاء كثيرا ما يطلقون هذه العبارات فيكون الحديث صحيحا من حيث سنده ويكون متصلا من حيث السند ولكن مع ذلك يقولون ليس عليه العمل لاعتبارات كثيرة ولقواعد وضوابط شرعية غزيرة يقولون ليس على هذا الحديث العمل فالسادة الحنفية مثلا يردون أخبار الأحاد إذا وردت عن صحابي على انفراد غير فقيه ولم يجر عليه عمل الصحابة فيردونه خبر الأعاد لمخالفته السنة المتواترة أو المشهورة أو التي عليها العمال أو ما يسمونه ما تعم به البلوى أو ما يسمونه القياس الجلي فيردون أخبار الأحاد لهذه الوصول ويسمون الحديث الصحيحة أنه يخالف الوصول أو ليس عليه العمل أما السادة المالكية رضي الله عنهم فهم يردون أخبار الأحاد ويقولون ليس عليها العمل لعمل أهل المدينة النقل المتواتر فما ورواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ليس كما نقله أحاد الناس ولذلك يردون أخبار الأحاد التي تخالف عمل أهل المدينة النقل المتواتر ويقولون ليس عليه العمل ليس على هذا الحديث العمل وينبغي أن تعلموا أن أول من استعمل هذا الاصطلاح هو إمام دار الإجرة مالك بن أنس رضي الله عنه في الموطأ فهو كثيرا ما يقول في الموطأ ليس على هذه الأحاديث العمل أو ليس على هذا الحديث العمل وأحيانا يستعمله في قضايا الأعيان التي لا عموم لها كثير من قضايا الأعيان التي هي وقعت على الأعيان ولا عموم لها يستعمل فيه مالك مصطلح ليس عليه العمل ومن الأحاديث الصحيحة التي ليس لها العمل عند جمهور أهل العلم وعند المالكية خاصة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب الجمع بين الصلاطين في الحضر في الحضر وليس في الصفر وهو قد أخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر قال سعيد بن جبير التابعي الجليل لسيدنا عبد الله بن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي رواية أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية البخاري ومسلم في الصحيحين في غير خوف ولا سفر فالرواية الأولى في غير خوف ولا مطر وفي الرواية البخاري ومسلم معا في غير خوف أو من غير خوف ولا سفر ولا سفر وهذه رواية وهذه رواية الجماعة البخاري والجماعة كلهم في غير خوف ولا سفر وليس رواية في غير خوف ولا مطر التي في مسلم وأخرج البخاري كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سبعا وثمانية سبعا وثمانية فقال أيوب سختياني لجابر بن زيد أبي الشعثاء وهو تابعي جليل لعل ذلك كان في ليلة مطيرة أي بسبب المطر فقال جابر بن زيد عسى أي عسى أن يكون ذلك في ليلة مطيرة والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن أو الجامع الصحيح قال في آخر كتابه السنن وهو كتاب العلل علل الترمذي الذي نسميه علل الترمذي وقد جعله الترمذي في آخر كتابه السنن قال كل ما في هذا الكتاب يعني كتابه السنن من الحديث معمول به وقد عمل به بعض أهل العلم خلا حديثين حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر وحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال فهذا منسوخ هذا الحديث فاقتلوه في الرابعة قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير صفر ولا خوف ولا مطر قال ليس عليه أهل العلم جمهور أهل العلم ليسوا على حديث بن عباس أراد أن لا يحرج أمته أو كي لا يحرج أمته ولذلك فقد ذكر الترمذي في كتابه العلال أن هذا الحديث لم يعمل به أهل العلم أو جمهور أهل العلم وحملوه على المطر طارة وعلى المرض أخرى وعلى الجمع الصوري طارة أخرى كما سنرى وأخرج الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه كذلك حديث حنش وحنش هذا هو أبو علي الرحبي عن عكرمة مولى بن عباس عكرمة البربر المغربي هذا تابعي من كبار التابعين وهو من المغرب عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من جمع بين صلاطين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر من جمع بين صلاطين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر لكن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضعف حنش أبي علي الرحبي قالوا فيه ضعيف جدا إذن قضية الرفع ليست صحيحة وإنما صح هذا الحديث موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو الذي قال وصح عنه من جمع بين صلاطين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال الإمام أبو عيسى الترمذي مع ضعف هذا الحديث في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاطين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر قال عن هذا الحديث وعليه العمل عند أهل العلم فأنتم رأيتم الحديث الصحيح قبل للترمذي الذي ليس عليه العمل وهذا الحديث مع كونه ضعيفا قال ترمذي عليه العمل عند أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين صلاطين إلا لعذر عليه العمل عند أهل العلم وحديث بن عباس السابق أخرجه الإمام مالك بن ألس في موطئه باب الجمع بين الصلاطين في السفر والحضر ثم قال أرى ذلك كان في مطر إذن فمالك أولا حديث بن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة أنه كان بسبب المطر هكذا قال مالك وذكر حافظ المذرب وبخاريه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار أن تأويل مالك له أن ذلك كان في مطر هو قول جماعة كبيرة من فقهاء المدينة وهو قول الشافعي كذلك فالشافعي عنده لا يجوز الجمع إلا في سفر أو مطر إذن مالك يرى أن هذا الحديث حديث بن عباس إنما هو في مطر في حال المطر هذا هو تأويل مالك للحديث ومعه سائر فقهاء المدينة ومعه الشافعي كذلك أنه لا يجوز الجمع من الصلاة إلا في السفر والمطر عند الشافعي وعند مالك كما سنرى أنه وسع الدائرة ولم يجعلها في السفر والمطر فحسب فتحصل لدينا في مذاهب السنية الأربعة أن الحنفية سادة الحنفية لا يقولون بالجمع بين الصلاتين مطلقا لا في سفر ولا في حضر عدى الجمع بين الظهر والعاصر بعرفة والجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة عدى هذا لا يجمع عند السادة الحنفية لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا غير ذلك هؤلاء هم السادة الحنفية مذهبهم في المسألة السادة الشافعية يرون يرون الجمع فقط في السفر والمطر فحسب في السفر والمطر واشترطوا أن يكون المطر شديدا يبل أعلى الثوب وأسفل النعلي ويبل الثياب يعني أن المطر الخفيف لا يجمع لأجله وإنما يجمع للمطر الذي يبل الثياب هؤلاء هم الشافعية ولا يجمع أبدا في السلج ولا في البرض عندهم ولا في المرض ولا في شيء ولا في الريح الشديدة ولا غير ذلك لا يجمع عندهم عند الشافعية في السفر والمطر فحسب عند الشافعية عند الحنابلة سادة الحنابلة هي أوسع المذاب لكنها ليست أوسطها فأوسطها هو مذاب مالك عند السادة الحنابلة يجوز الجمع بين الصلاطين المغرب والعشاء أما الظهر والعصر فلا كمالك عندهم كمالك لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند السادة الحنابلة في حال السفر والمطر والمرض والريح الباردة الشديدة والثلج والبرض وغير ذلك ولا يشترط بعد المسجد أو أن يكون هناك سقف يكن من المطر إلا أنهم اشترطوا كذلك جميعهم مذاب الأربعة اشترطوا أن يكون المطر شديدا يشق معه مشقة تحصل به المشقة ويحصل به الأذى فإن لم تحصل به مشقة ولا أذى كالمطر الخفيف فلا يجوز الجمع عند الجمهور إذن ذكرنا مذهب الحنفية الذين لا يجيزون الجمع بحال مطلقا ومذهب الشافعية الذين يجيزونه في السفر والمطر ومذهب الحنابلة الذين يجيزونه في غير السفر والمطر ولكن ليس في الظهر والعصر وإنما في المغرب والعشاء والعشاء بقي مذهب الذين يجيزون للحاجة وللعذر مطلقا لكنهم اشترطوا أن لا يتخذ عادة وقد ذكر ذلك من عبدالبر في الاستذكار فقال وذهبت وشذت شذت ركزوا هنا على مصرحي شذت طائفة قليلة طائفة قليلة شذت فرأت أن الجمع مباح في غير مطر لعذر أو حاجة على أن لا تتخذ عادة حاجة على أن لا تتخذ عادة بالضيق والمشقة والحرج لأنهم أخذوا بظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فقالوا برفع الحرج مطلقا إذن هؤلاء المبيعون للجمع بين الصلاطين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لعذر أو مشقة أو حاجة على أن لا تتخذ عادة منهم محمد بن سيرين ومنهم ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع ومنهم من المالكية ومن أصحاب مالك أشهب بن عبد العزيز المصري هذا كذلك يقول بإباحة الجمع للحاجة لكن هذا القول شاذ عن جماهير الأمة وعن المذاهب الأربعة التي لا تجيز الجمعة بحال بحال قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعل للصلوات الخمس وفرضها في اليوم والليلة جعلها جعل لها أوقاتا وقال الله تبارك وتعالى في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا أي مفروضا مقدرا مؤقتا بأوقاتها لا يجوز تقديمها عن أوقاتها ولا تأخيرها عنها عن أوقاتها هذا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة المتواترة المشهورة فلا يجوز مخالفة هذا الأصل إلى الرخصة من غير عذر ولا سبب محدث للرخصة في الجمع فإن صلاة كل صلاة في وقتها هو العصل والجمع استثناء ورخصة لعذر أو سبب وليس من غير عذر ولا سبب ما يصنع الناس اليوم أنتم ترون الناس اليوم يكثرون من الجمع من غير سبب ولا عذر ولا مطر ولا مرض ولا غير ذلك وهذا لا يجوز بالإجماع هناك من حكى الإجماع لأن هذا لا يجوز أو إن لم يكن إجماع كما قال البعض فهو قول جماهير علماء الهمة أن الجمع بين الصلاة لا يجوز إلا لعذر قائم إذن فهؤلاء يرون الجواز والإباحة للحاجة وللعذر على أن اشترطوا على أن لا تتخذ عادة هناك من الناس من يتخذ هذا الأمر عادة فيجمع في بيته أو في مكان عمله أو قد يجمع منفرداً في المسجد أو قد يجمع لأدنى مطر كما تفعل بعض المساجد لأدنى مطر خفيف تجمع وهذا غير جائز غير مباح وهذا فيه توسع وتساهل في الجمع وقد رأيتم الحديث حديث عمر يقول فقد من جمع بين صلاطين من غير